أكمل بدورنا الحرة الليلة من قطر التي شهدت مصافحة لأول مرة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيرها تركي رجبتي باردوغان المتحدث باسم الرئاسة المصرية أوضحان السيسي واردوغان أكد عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين كما توافق على أن تكون المصافحة في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين من جاته أكد الرئيس التركي أن مصافحة الرئيس المصري كانت الخطوة الأولى نحو التطبيع مضيفا أن تحركات أخرى ستليها وأشار أردوغان إلى أن الطلب الوحيد لتركيا من مصر هو تغيير موقفها من أجل السلام في البحر المتوسط كما قال كيف سيكون إذن مسار تطبيع العلاقات بعد مصافحة أردوغان وسيسي في قطر وما نعكسات ذلك على استقرار المنطقة والعلاقات الإقليمية وما الذي ستثمره دبلوماسية كرة القدم قد تقتحم صورة المصافحة الأولى بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على هامش مونديال قطر صفحات التاريخ بوصفها نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر والمواجهة هذا على الأقل ما توحي به التصريحات الرسمية الصادرة عن العاصمتين في إثرها فالرئاسة المصرية تحدثت عن علاقات تاريخية تربط البلدين والشعبين وعن توافق على أن تكون المصافحة في قطر بمثابة صافرة البداية لتطوير العلاقات بينهما وعكست تصريحات أنقرة تفاؤلا مماثلا بشأنها نريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى وأن نستأنف محادثات التطبيع طلب تركيا وتغيير موقف مصر لأجل السلام بالمتوسط والسلام في المتوسط قد يكون أشد الملفات حساسية وإثارة للخلاف بين مصر وتركيا فعليه يعلق مصير ثروات نفطية وغازية هائلة يبطنها حوضه الشرقي سرعان ما أدت لتخندق دول حوضه بين معسكرين خرطت القاهرة في أحدهما عبر منتدى شرق المتوسط للغاز الذي يضم أيضا اليونان وقبرص وإسرائيل وغيرها فيما سعت أنقرة ضمن المعسكر الآخر لفك عزلتها إقليميا باتفاقيات تعاون مشتركة مع الحكومات المتعاقبة بترابلوس الليبية في مجال الطاقة بخاصة في ظل ما يحكم علاقاتها بأثنى ونيقوسية من توترات تاريخية وتكشف صحيفة العرب الجديد عن طفرة في اللقاءة المصرية التركية جرت في الآوينة الأخيرة على مستويات عدة بالرغم من إعلان مصر وقف الحوار الشهر الماضي بعيد توقيع اتفاقية التنقيب الأخير عن الغاز بين تركيا وليبيا وتنقل عن أنقرة فتاحها على توقيع اتفاق للغاز مع القاهرة يمنح الأخيرة صلاحيات بحرية على أربعين ألف كيلومتر مربع من مياه المتوسط فيما يبدو عرضا مضادا لمحاولة استمالة القاهرة بعيدا عن اتفاقياتها الموقعة مع اليونان وقبرص ويقرأ بعض خبراء الشأن التركي في مد أنقرة الجسور مجددا باتجاه إسرائيل مسعى موازيا لزعزعة الأواصر بين دول منتدى المتوسط بينما يرى المحللون الإقليميون في تقارب أوثق حلفاء مصر بالسعودية والإمارات مع أنقرة أخيرا فاتحة محتملة لتفعيل مسار تطبيعها مع القاهرة ومع هذا فإن الخلافات المصرية التركية تبدو أكثر تشعبا وعمقا من قضية غاز المتوسط فهناك دعم البلدين للمعسكرين المتحاربين على أرض ليبيا التي ترى مصر فيها عمقها الاستراتيجي دعم كاد أن ينزلق به ما في 2020 نحو المواجهة المباشرة بعد قرار تركيا نشر مستشاريها دعم لسلطات الغرب وإقرار البرلمان المصري نشر قوات خارج الحدود دفاعا عن قوات الشرق وهناك أيضا الفصول الشائكة للتنديد التركي بالإطاحة بحكم الإخوان في مصر والذي فجر الشرارة الأولى للتوترات بين البلدين مع ما أعقبه من استضافة أنقرة لعشرات آلاف المعارضين للنظام المصري وإن كانت مبادرات الأولى لتقييدهم وتسليم بعضهم للقاهرة قد جعلت من هذا الملف قابلا للتسوية للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور عمر الشوبكي مستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وكذلك ينضم إلينا من إسطنبول دكتور باكير أتاجان مدير معهد إسطنبول للفكر أهلا ومرحبا بضيفي الكريمين شكرا لتلبية الدعوة أبدأ معك من القاهرة دكتور عمر يعني هذه المصافحة بين الرئيسين تركي أردوغان والمصري السيسي برأيك إلى أي حد ستدفع بالجهود ومساعي تطبيع العلاقات بين البلدين قدما وإلى الأمام مساء الخير عليك وعلى الزميل الضيف وعلى السادة المشاهدين أعتقد أن هذه المصافحة رفعت حواجز كثيرة كانت موجودة بين البلدين هي ليست مجرد مصافحة عابرة وإلا كانت قد تمت منذ سنوات طويلة هي في النهاية نتاج قنوات اتصال فتحت بين البلدين هناك بعض المطالب المصرية التي طرحت خاصة فيما يتعلق بالمنصات التي تحرد على العنف وليس المنصات حتى التي تطرح أراء سياسية بحيث أن تركيا اتخذت مواقف واضحة تجاه المنصات التحريضية التي كانت تبس من هناك وهناك أيضا تأكيد على شيء في الحقيقة موجود لا ينكره أي مصري أو تركي وهو الروابط التاريخية والثقافية هذا البلد نعرفه أنا شخصيا زورته مرات عديدة لدى المصريين والأتراك علاقة وسيقة على المستوى التاريخي وبالتالي هذا يفتح الباب لمناقشة القضايا والملفات السياسية العالقة في مناخ صحي يقر فيه كل طرف بشرعية النظام السياسي الموجود وبحقوق كل شعب في اختيار نظامه وأنوه أن كل النظامين في مصر وتركيا هي نظم رئاسية رئيس الجمهورية يلعب دورا رئيسيا وبالتالي فكرة المصافحة وأن يكون رأس الدولتين يتصافحها ويتحدثها بحديث ودي هذا بداية في رأيي إيجابية لمناقشة كل الملفات العالقة بقلب مفتوح وبغرض تحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين نعم إذن ليست مصافحة عابرة وهنا أنتقل لك دكتور بكير يعني هذه المصافحة أيضا وصفها رئيس التركي رجب طيب بردوغان بأنها خطوة أولى نحو المزيد من التطبيع تطبيع العلاقة مع مصر كما قال وأكد بأن هناك خطوات ستلي هذه المصافحة برأيك ما الذي نتوقعه على هذا الصعيد في الأيام المقبلة علاقات التركية المصرية طبيعي هذه العلاقات كانت ضرورية لماذا ضرورية؟ لأن التقارب كانت ضرورية بين الطرفين وخاصة كانت هناك مطلب رئيسي من الشعب التركي ومن الأحزاب التركية بأن يكون تقارب بين الشعبين وهذه الضغوط أثرت على أردوغان وأخذ خطوة في التقارب وهذه الخطوة كانت تنازلات قدمها الرئيس التركي إن كانت منذ البداية حيث قال لابد التقارب بين الشعبين الشعب التركي والشعب المصري وكررها عدة مرات وقال على استعداد لهذا التقارب وبناء الحوار وفي الفترة الأخيرة هذه المصافحة أيضا جاءت من طرف الرئيس التركي وتنازل للمرة الثانية من الطرف التركي من أجل التقارب أيضا ولكن لابد أن لا ننسى بأن هذه كانت ضرورية لحماية المصالح التركية والمصرية وكما أشار أردوغان بأن هذه الخلافات يجب أن لا تكون لأن الشعبين لهم تاريخ مشترك ومصير مشترك ومصالح مشتركة الآن وفي المستقبل وهذه الخطوة لا بد منها كانت ولكن لا بد هذه التنازلات أن تكون أيضا من الطرف الآخر وأقصدنا الطرف المصري لذلك تركيا تنتظر الطرف المصري من أجل ولا أقول تطبيع لأن علاقتنا نحن كانت وما زالت موجودة وسوف تكون في الأيام القادمة لذلك هذه ليست بالتطبيع وإنما بتحسين هذا التقارب نحو الأفضل لحماية المصالح الشعبين نقطة لا بد ذكرها يعني ضرورية أجدها أردوغان يعني محنق سياسي ويعرف عندما كيف يضع الأوراق على الطاولة ويعرف تماما كيف يعرف يوزع هذه الكروت أيضا على الطاولة لذلك كانت أعتقد تقارب جيد وجميل لصالح الشعبين ولو كانت هي تنازل تركي بامتياز ولكن ضرورية لفتح باب حوار جديد بين الشعبين ورئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير موقفها تجاه تركيا في البحر المتوسط هنا أنتقل لك دكتور عمر في المقابل ماذا تطلب مصر من تركيا لتطبيع كامل أو إعادة للعلاقات بشكلها الطبيعي الكامل بين تركيا ومصر يعني أعتقد هناك مجموعة من الملفات العالقة الملف الليبي ملف شرق المتوسط وطالما في تقديري أنه بعد رحلة سنوات مضت اتضح للجميع أننا يمكن أن نصل إلى تفاهمات تحقق المصالح المشتركة للجميع يعني بمعنى أنه يمكن الاتفاق على استثمار أمثل لغاز شرق المتوسط تستفيد منه مصر وتستفيد منه تركيا وتستفيد منه اليونان وقبرص العلاقات الصفرية أو الدخول في الانتقال من محور إلى محور آخر أنا أتصور أن هذا مع الأزمات التي شهادها العالم ومع الحرب الأوكرانية ومع أزمة عالمية في الغزاء وفي مصادر الطاقة هناك احتياج كامل للاعتماد المتبادل للدفاع عن المصالح المشتركة وبالتالي أنا أتصور أنه فيما يتعلق بموضوع غاز شرق المتوسط التفاهم مع تركيا سيكون واردا بصورة كبيرة وأن لا يكون ذلك على حساب باقي الدول وربما بالشراكة معها بصرف النظر حتى عن بعض التوترات الموجودة بين طرف هنا أو طرف هناك فيما يتعلق بالملف الليبي أنا أعتقد إذا عدنا بالذكرة لـ 2020 إلى 2018 سنكتشف أنه فكرة الحسم العسكري التي كان يمكن أن يتصور البعض أن الصراع في ليبيا سيتم حسمه عسكريا أنا أعتقد أن الجميع حسم هذا الأمر لا يوجد طرف في ليبيا قادر على أن يقول أنه يمثل كل الشعب الليبي هناك الحكومة في طرابلس هناك مصراطة ومشروع فتح بشاغة هناك رئيس البرلمان الليبي وهناك المشير خليفة حفتر علينا أن أيا كان موقفنا هذه أطراف موجودة على الأرض وحين ستفتح ملف المفاوضات بين البلدين سيطرح مسألة التفاهم والتوافق على إيجاد صيغة للخروج من الأزمة الليبية الحالية ومن هذا الصراع المستمر منذ سنوات طويلة نعم أعتقد هناك دكتور بكير يعني بالتأكيد هذه الملفات والخلافات الإقليمية بانتظار أن تحل بعد هذا التقارب الحاصل بين كل من تركيا ومصر لك أن تعلق ولكن إلى أي حد باعتقادك دكتور بكير يعني التقارب السابق لتركيا مع كل من السعودية والإمارات مهدة لهذه المصافحة وهذا القرب بين تركيا ومصر يعني أولا لابد ربط هذه العلاقة نعم ربما تكون لها علاقة مع دول الخليج إن كانت السعودية والإمارات وحتى قطر ولكن لابد النظر أيضا إلى نقطة هامة يعني العالم في تغير مستمر وليس من الممكن البقاء في الماضي لابد أن ننظر إلى المستقبل والمستقبل يحتاج إلى حوار وهذا الحوار يحتاج إلى تنازلات ولكن هذه التنازلات كما أشرت أردغان تنازل مرتين بمعنى آخر لابد أن يكون متبادل من الطرفين والمشاكل المتعلقة إن كانت حوض البحر المتوسط على سبيل المثال الغاز وما شابه ذلك تركيا كررت مرارا نحن على استعداد للجلوس على الطاولة جميع دول المنطقة وأقصدون حوض البحر المنتوسط لحل لإيجاد حل مناسب ترضي الأطراف جميعا لن تكون على حساب أي دولة أخرى بالعكس لكن هذه تحتاج إلى حوار وتنازلات من الأطراف كلها لإيجاد الحل المطلوب يرضي الجميع بالنسبة لليبيا أيضا يعني التركيا في الفترة الأخيرة كانت تلتقي مع جميع المسؤولين إن كانوا في طرابلس أو طبرق الحكومات وحتى الذين يطالبون بحكومات جديدة منهم عقيدة صالح منهم دبيبة منهم فتح باشاغة حتى قبل شهر تقريبا كان ابن خليفة حفتر متواجد في تركيا وطلب توسط بين الحكومة التركية وخليفة حفتر أيضا ونجد في الفترة الأخيرة الاتفاقية التي وقعت مع حكومة دبيبة وتركيا لن يصرح مع تركيا ولا ضد تركيا حليفة حفتر لماذا؟ إذن هو أيضا يريد هذا التقارب وهذا التقارب من مصلحة الشعب الليبي ومن مصلحة الشعب التركي ومن مصلحة الشعب المصري ومن مصلحة شعوب المنطقة لأن المشاكل تزيد الاحتقان وهذه غير صالحة لشعوب المنطقة بالدرجة وما نشهده الآن من مشاكل اقتصادية وسياسية وعسكرية تخدم مصالح الخارج ولا تخدم مصالح الدول المنطقة فإذن لابد الجلوس على طاولة لإيجاد الحلول المناسبة ترضي الأطراف جميعا وخاصة شعوب المنطقة بحاجة ما سعي لها ونقطة هامة لابد ذكرها يعني علاقة تركيا مع أثيوبيا جيدة جدا وهناك مشاكل حول النيل بين أثيوبيا ومصر وتركيا لديها علاقات مع الشعب المصري ومع أثيوبيا فهي تستطيع أن تكون وسيط لحل هذه المشاكل وهذه ليس كافية أيضا لحل المشاكل المتعلقة إذا كانت هناك على سبيل المثال بين تركيا وليبيا وأفصدون المعارضة في طبرق فهذه مصر تستطيع أن تقدم نفسها لكي تحل هذه المشاكل بين تركيا وبين هذه المعارضة أيضا لذلك لكل مننا لابد أن يكون له دور فعال ولكن لخدمة شعوب المنطقة وخاصة الشعب التركي والشعب المصري أكد دكتور بكير على أن تركيا تنازلت أكثر من مرة في سبيل يعني إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها أكثر مع الجانب المصري دكتور عمر باعتقادك ما الذي يمكن أن تتنازل عنه مصر في المقابل لعودة العلاقة إلى أحسن مكان الممكن هي يعني إذا سواء سميناها تنازل أو تفاهم أو تقارب أنا أعتقد أن التجربة رغم التصعيد الذي حدث في فترة سابقة لكن كان دائما هناك حرص على أن لا تتجاوز كل دولة الخطوط الحمراء لا يدخل أي طرف في مواجهة طرف آخر علينا أن لا ننسى أن مصر اعترفت بالجرف القاري التركي وكان هذا موقفا متميزا لمصر واعتبروا البعض حتى هنا أنه تنازل ولكنه كان في صالح الحقوق التركية حتى لو كانت الرؤية اليونانية ورؤية أطراف أوروبية أخرى مخالفة لمصر تركيا أيضا احترمت الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن القومي المصري فيما يتعلق بالتصعيد الذي حدث في عام 2020 حين كانت هناك التخوفات مصرية على أمنها القومي فيما يتعلق بوجود جماعات إرهابية وما إلى ذلك وكما هو معروف بقي كل طرف داخل المناطق التي يسيطر عليها ومن هنا أنا أتصور أن هناك نقاط بداية لنقاط صحي حتى على القضايا التي يمكن أن نكون مختلفين عليها هذا أمر في حد ذاته إيجابي أن الأجواء العامة والمناخ العام في الوقت الحالي هو مناخ إيجابي يستطيع أن نتحدث بحيادية وبمهنية وبما يحقق كما قلنا مصالح الشعبين المصري والتركي سواء كان فيما يتعلق بملف الغاز استقرار ليبيا والتوافق على مصار انتخابي وعلى إعادة بناء الدولة الليبية هذا أمر في صالح العالم العربي في صالح تركيا في صالح دول الشرق الأوسط وفي صالح في القلب منه مصالح الشعبين المصري والتركي من القاهرة دكتور عمر الشوبكي وكذلك من إسطنبول دكتور باكير أتجان شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القلب من 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 القلب